بسم الله الرحمن الرحيم أخوتي أخواتي الكرام وفي هذه الأيام وفي هذا التاريخ وفي هذه الأوقات التي تشكل فيها ظروفا عصيبة لأهلنا ولشعبنا ولمواطنين نحن الآن نمر بأزمة خانقة نمر بظروف صعبة نمر بمعاناة حقيقية يعاني منها المواطن الليبي ووصل حال بلادنا إلى أسوأ الأحوال وأصبحت الجريمة مشاعة والعنف مشاع وأصبح الخطف والاختيار وذيق الحال هو حال أهلنا ومواطنين هذه ليبيا للأسف وهذه ظروف الحياة التي نعاني منها لقد خرجنا عن الحكمة وعن جادة الصواب وعن العقل الرشيد دمرنا أنفسنا بأنفسنا أهدرنا ثرواتنا نحن بلد كنا نملك من الاحتياط من النقد الأجنبي في عام 2011 273 مليار هذا احتياطنا من النقد الأجنبي نهيك عن أكثر من 200 مليار كانت استثمارات لصالح الشعب الليبي من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف المركزي والمصرف الخارجي أي نتحدث عن حوالي 473 مليار ما يملكه الشعب الليبي من ثروات سواء كانت في شكل نقد أجنبي احتياطي لكل الشعب الليبي أو في شكل استثمارات تديرها هذه الأدوات النقدية نحن الآن نمر بظروف صعبة إنتاجنا من النفط الآن متوقف تماما أو شبه متوقف أو يمر بظروف صعبة كل الشركات التي كانت تنتج وتشاركنا في إنتاج النفط الآن غير موجودة بعض الشركات المحلية تحاول قدر الإمكان أن تبذل جهدها في إنتاج ما يقل عن مليون برميل يعني نحن نصل لحوالي 800 ل700 ل600 ألف برميل ونحن نحتاج لتغطية مصرفاتنا لحوالي 2 مليون برميل بحيث نقدر نغطي كافة احتياجاتنا من النقد الأجنبي التي تساعدنا في توفير السيولة التي أصبحنا نعاني منها بشكل واضح تساعدنا في توفير النقد الأجنبي لتوفير احتياجاتنا المختلفة من السلع ومن الدواة ومن الغذاء ومن كافة المتزمات اللازمة للتشغيل وخاصة للقطاعات المهمة كقطاع الصحة والتعليم توقف كل شيء في ديبيا خطة تنموية شاملة كانت تهدف للوصول إلى مليون وحدة سكنية ومركبات جامعية ومركبات سياحية وطرق وسكة حديدية ومواني ومطارات خطة كانت تتماس مع كل منطقة ومدينة ليبية من المساعد لرسجدير ومن غاتل الكفرة هذه كلها الآن تتوقفت وهي أطلال نمر عليها وتم الاحتداء على كل هذه المشروعات وأصبحت الآن في خبر كان لا أعتقد أن هناك شخص عاقل ممكن أن يرضى بنفسه هذه المسألة لا يمكن لشخص أن يهدم بيته وأن يهدر ثرواته وأن يسمح بانتشار الجريمة والفوضى والاغتيالات والعصابات المسلحة التي تحتبر خارج الشرعية وخارج القانون فيمكن لشخص عاقل أن يسمح للإرهابيين الدواعش أن يسيطروا على المجتمع وأن يضربوا البنية الاجتماعية وأن يخلقوا الفزع والإرهاب وأن يسيطروا على المدن وعلى المناطق الرئيسية وعلى الثروات الآن نحن نعاني من سيطرة هذه الدواعش في العديد من مناطق ليبيا في شرقها في ذرنة وفي غربها بمحاذاة مدينة طرابلس وبالزاوية وبالغرب الليبي وبالجنوب وبجنوب منطقة سيرت عصابات تهرب السلاح وتهرب المخدرات وتهرب الترامدول وتهرب الجريمة وتهرب الأفراد والهجرة غير شرعية إساءة لصمعة المواطنين الليبيين وساءة لصمعة ليبيا ليست هذه ليبيا التي يعرفها العالم ليبيا كانت دولة محبة للسلام كانت دولة تساهم بجدية مع شقاها العرب وإخوتهم الأفارقة كانت دولة لها احتبار في حوض البحر الأبيض المتوسط كانت لها علاقات واضحة مع أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية كان العالم يحتبر يحترم ليبيا ويحترم المواطنين الليبيين الذين الآن فقدوا احترامهم في كل مطارات العالم وموانين الشعب الليبي الآن يعاني المرين قطاعات الصحة المنهارة وقطاعات التعليم المنهارة والخدمات المنهارة والأسعار المرتفعة وظنك العيش وعدم الحصول على الموارد المالية لتغطية الاحتياجات هذا هو حال الشعب الليبي أعتقد أنه ما فيش واحد عاقل وحكيم يرضى بهذا الوضع هذا الوضع الماساوي هذا الوضع الذي يجب أن يجعلنا أن تتوحد الجهود وأن نتجه إلى المصالحة وأن نتجه إلى إحقاق الحق وإلى زهق الباطل يجب أن نفكر جميعاً في مصلحة الوطن ليس مصلحة الأفراد ومصلحة الأشخاص الآن علينا أن نبني جيش حقيقي جيش ليبي حقيقي جيش موحد في كل أنحاء ليبيا يحمي سيادتنا إحنا ما عندناش قيمة ولا احتبار إلا بالجيش الليبي ولهذا لازم نحن نساهم جميعاً ونساعد كل الأطراف العاملة بجدية على بناء القوات المسلحة العربية الليبية على أولادنا الذين لم يلتحق وإن يلتحقوا بالقوات المسلحة العربية الليبية وعلى أولادنا عندما تطلبهم القوات المسلحة العربية الليبية في كافة أفرع القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية علينا أن يلتحقوا بهذه القوات بكل شرف وشهامة علينا أن نبني أمن حقيقي فوق الأرض الليبية لنمنع الجريمة ونمنع العنف ونمنع التجار بالبشر وبالمخدرات ونمنع تهريب قوة يومنا من المواد الغذائية ومن الوقود علينا أن نبني أمن حقيقي لنمنع الجوسسة التي انتشرت في كل مكان ونمنع الدواعش دواعش هؤلاء يبو أمن سياسي حقيقي يقاومهم ويعرف بواطنهم ويعرف كيف يقضي عليهم في عقل دارهم أيها الأخوة أيها الأخوات انتبهوا جيدا أنه يوم الوطن ويوم الشرف لا تسمع الإشعاعات هم يريدون بدون جيش وبدون أمن نحن لا يمكن أن تقام هذه الدولة التي هي دولة ليبيا إلا بجيش قوي وبأمن قوي ومن هنا علينا أن نشجع كل الجهود المخلصة البناء التي تعمل الآن على بناء القوات المسلحة العربية الليبية وبناء الأمن الليبي وعندما نستطيع أن نحقق هذه المسألة معناها بكل بساطة نستطيع أن نمنع أي سلاح خارج المؤسسة الشرعية لا يمكن أن يستقيم حال المجتمع وفيه ناس عندهم أسلحة اليوم عميد بلدية مصراتة يتم اختطافه في وضح النهار ويتم اغتياله شنو هالمهزل هداهي يختالوا في الناس ويخطافهم في مدينة زي مدينة مصراتة أمام أمين كل الناس نحن نعزي أصرته ونتأسف على هذه الحادثة ولكن هذه الحادثة تحدث في كل يوم في مدينة طرابلس وفي ورشفانة وفي الزاوية وفي العجلات وفي فزان وفي درنة وفي كافة المناطق الليبية التي توجد بها ميليشات وهذه هي الميليشات هذه أخلاق الميليشات يجب أن نعرفها جيدا لا تفرق بين هذا وذاك الميليشات جبانة تقوم بمثل هذه الأعمال الغدارة ومثل هذه الأعمال الجبانة أيها الإخوة أيها الأخوات يجب أن يتم سحب كل السلاح من الميليشات وأن يسلم هذا السلاح إلى مخازن الجيش الليبي وإلى مخازن الأمن الليبي هذه هي الحقيقة التي يجب أن ندركها جميعا إذا كنا نريد أن نبني بلادنا كذلك يجب أن نفكر بعقل ويجب أن نختار الوقت المناسب لإجراء أي عملية سياسية الذين يتحدثون عن الانتخابات صحيح ربما تكون الانتخابات أحد الوسائل لتحقيق السلم الاجتماعي ولكن كيف يتم الانتخابات وفيها إجواء الانتخابات الآن والسلاح في يد الميليشات والأموال في يد الميليشات هل هذا الوقت المناسب هل يستطيع المواطنين في أي منطقة أن يتقدمونا لإدارة مثلا بلدية مصراتة بعد ما يتم اغتيال العميد ناس ركبها الخوف ركبها الرعب ركبها الفزع في كل مكان كيف مواطن يكون مرعوب وخايف يقدم عن عملية الانتخاب مواطن فقير وعنداش قوة يومة وناس مجرمين عندهم ملايين دينارات وكونوا ثروات يستطيعون أن يسرقوا أصوات الناس عبر الإذاعات وعبر الإعلام المزيف وعبر شراء الأصوات أي انتخابات هذه هذه لن تحقق لا سلم اجتماعي بل بالعكس ستمكن المجرمين وأصحاب المال السياسي والمنيشات والمتنفذين من السيطرة على المجتمع هذا المجتمع لا يمكن أن يسمح بسيطرة عليه من هذه القوة ولهذا نداء اليوم لكيفة الوطنيين في كافة الوطنيين في كافة حاليبيا عليهم الانتحام بالقوات المسلحة العربية الليبية عليهم أن يكونوا صفا واحدا من أجل حماية بلادهم ووطنهم عليهم أن يفكروا جديا في إنقاذ ليبيا اليوم يوم ينقاذ الوطن أيها الإخوة أيها الأخوات مش يوم استعراض العضلات ولا يوم العناد ولا يوم العزة بالإثم اليوم يوم ليبيا علينا نفكر في مستقبل أولادنا وأطفالنا كيف ننقذ هذه البلاد كيف نحمي هذه البلاد كيف نبني قوات مسلحة حقيقية كيف نبني آمن حقيقي كيف نخلق السلام كيف نخلق المحبة كيف نخلق الوعام والصلح الحقيقي شمعقولة أحنا في تورغة يوعانوا في الويلات في المعسكرات اليوم في عز البرد وفي عز الشتاء مواطنين مواطنات شياب وعجايز ووطفال شن ذنبهم بأي ذنب حقيقة كونوا أهل تورغة الآن خارج مدينتهم العزيزة أيها الإخوة لا يجوز مثل هذه الأحداث لا يجوز أن نسمح أن تكون مدينة درنة في يد عصابة في يد مجرمين من الدواعش يختطفون هذه المدينة لا يمكن أن نسمح أن تكون طرابلس الحبيبة بعيدة عن أهلها وعن سكانها هذه المدينة التي نحبها ونعزها نحن لم نحن محتاجين نجتمع في الصخيرات ولا نجتمع في تونس نجتمع في طرابلس طرابلس مدينة السلام مدينة المحبة مدينة العزة نحن نحب طرابلس لنلتقي جميعا في الصرايا الحمراء هذا المكان الذي يمثل تاريخ ليبيا علينا نلتقي جميعا هناك وأن نتفاهم هناك وأن نعمل وثيقة وأن تكون وثيقة الصرايا الحمراء لتكون وثيقة تاريخية ونوثقها في الصرايا الحمراء هذه الوثيقة وثيقة للسلم الاجتماعي ولبناء القوات المسلحة ولبناء الأمن الليبي والاختيار إدارة كفاء لإنقاذ ليبيا من هذه المصيبة ومن هذا الوضع المأساوي الذي تعاني منه بلادنا أيها والإخوة علينا أن نحكم عقولنا وأن نفكر جديا في إنقاذ بلادنا وأن نفكر جديا في العمل كفريق واحد من أجل إنقاذ أهلنا وناسنا ورفع المعاناة عن مواطنيننا اليوم يوم الوطن لا يوم الاستعراض العضلات ولا يوم المنافسة الغير شريفة ولا يوم التباري بل هو يوم التفكير في إنقاذ الوطن ولهذا فأنا أدعو كافة القوى الوطنية في كافة المدن الليبية للتعبير عن أرائها للخروج بشكل عاصفة شعبية حقيقية وطنية تعمل من أجل خلق سلم اجتماعي حقيقي من أجل التضامن مع القوات المسلحة العربية الليبية من أجل التضامن مع الأمن الليبي من أجل التضامن مع الوطنيين الشرفاء في ليبيا من أجل إنقاذ ليبيا فأهلموا أيها الإخوة والأخوات إلى بلادكم الحبيبة لإنقاذها والانطلاق إلى العمل والبناء وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا